طيب في نشة شراب تأتي بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة السلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام احنا ان شاء الله دي محاضرة اعتقد انها رقم 8 بالنسبة لكم بالنسبة للمادة تحت الانجينيرينج هنتكلم النهاردة ودي طبعا واحدة من المشاكل الرئيسية الاساسية اللي بتقابل مناطق استحالية في العالم كله وفي مصر عليها جميل جدا ومن الحاجات الاساسية اللي بتتناقش في اي مؤتمر للمناخ زي المؤتمر اللي كما انعقد في شرم الشيخ كده تأثيرات بتاعت الكمالينج عما تم بشكل عام كل المؤتمر اللي بنده بشكل رئيسي الكور بتاعه هو وبالذات اللي هي احد المشاكل بتاعة الكمالينج او احد الامباكس بتاعت الكمالينج هل نقول فحنشوف كده التعريفات بتاعتها سريعا ونشوف الامباكس زي بتحصل في العالم كله وبتحصل في مصر زي وايه المجرز اللي احنا بعملها فدي كده هتبقى بالنسبة للايه خلينا نبتلي كده ونشوف طيب يعني ايه بقى climate change عمتا اولا حد عارف منكم ايه climate change مبدئيا خلينا كده نشوف ال background اللي عند حضراتكو انا برضو كنا تكلمنا يعني دينا هنت عن الموضوع دوت قبل كده في الاسمه ايه دي في مده تاكوستر انجينيرنج اعتقد اللي كانت تتميلي فات وبالمناسبة في محاضرات مهمة قوي في مده تاكوستر انجينيرنج تريدون ترجعو لها يعني المحاضراتين اللي كانوا اللي كان اداهم الدكتور ومراض هندي نابزة عنهم برضو يعني ان شاء الله في المحاضرات القادمة بس ايه مهم او ان انتوا ترجعو لهم يعني اللي كانت المحاضراتين اللي كانت بكلمه على على لان ده هيبقى جزء رئيسي في المنهج بتاعنا ان شاء الله طيب ايه بقى حضراتكم تعرفوا ايه عن الكلامي تشينج؟ هو تغير المناخ نتيجة حاجات كتير حصلت زي الجرينهاوس جازز والتغيرات اللي حصلت يعني عملا في المناخ ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفاجئ يعني موجات الحرارة المرتفعة وموجات حرارة منخفضة حاجات يعني غير المعتادة السيول اللي بتحصل برضي على غير المعتاد قبل كده تمام تمام ايه تاني حد تاني عارف حاجة تانية عن او يعني ايه فيه هو ايه 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 ماريش تطيق بيد او ايه 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 اه اه ماشي طبعا كده اه كان من الاسوار الجانبية للقليم تشينج اللي هو السي ليفل رايز وان هو بيأثر على منطق ان هي معرضة المغرق تمام حد تاني عايز ايه معلومة او 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 الوست كيس سيناريو اللي هو السيناريو المتشائم والسيناريو المتفائل المتشائم اللي تقريبا كنا هنزد اه حاجة يعني الديلتا كلها هتغرق عندنا احنا كمصر يعني اه المتفائل تقريبا لا جزء منها ده الفكري اللي غير ده طالص طبعا ممتاز طيب احنا عننا موجود ده حاجة من المفروضات عصرنا اساسا يعني اه ما هيش يعني حاجة اه جديدة حاجة من زمان وبدأت الكلام عنها يمكن من 30 سنة في حدود 30 سنة تقريبا كده اه يمكن مؤتمر ريو بتاع المناخ تقريبا ريو دي جانيرو وكان قبليه مؤتمر باريس بتاع المناخ برضو من اول الحاجات اللي اتعاملت سنة حاجة وتسعين مش فاكر كان مانجة وتسعين فحنا تقريبا في ريج 30 سنة هوت واحنا عندنا كان كوب 27 اساسا فهو ده يمكن مؤتمر من اخر 27 يعني فحنا تقريبا 30 سنة هوب نتكلم عن climate change climate change هو ببساطة شديدة زي ما هو واضح كده عبارة عن change in the state of the climate that can be identified مش هتبقى اكتر عن طريق statistical methods يعني by changes in the main and or the variability of its properties وبنفس الوقت the process of for an extended period typically decades or longer يعني ايه الكلام دوت يعني يعني climate change مش مقصود بي ان السنة دي الدنيا حر السنة جاة دنيا ساعة مش ده خلص climate change اللي منتكلم عليه عقد ما ما ممكن عامة الناس تفتكر يعني مش معناها ان السنة دي كان او السنة دي والسنة اللي جاية جوم حر لا السنتين اللي بعديهم مش تطول لا السنة معرفش مش هو ده خلص climate change على فكرة هل ده شكل تأثير climate change ممكن بس بس بعد النظر ان climate change تغير درجات الحرارة او بمعنى اخر ان فيه سايكلز بين برودة والدفء على الكرة الارضية دي سايكلز معروفة على فكرة زواهر معروفة والسايكلز بتتكرر تقريبا كل عشر سنين في سنوات بتبقى باردة زيادة عن اللزوم سنوات بتبقى حرة زيادة عن اللزوم دي دورة طبعية مش هو ده climate change لازم يكون مستمر ولازم يكون على بيريود كبير يعني بنتكلم بقى على ان انا عندي تغير في سنة و سنتين او ثلاثة او اربعة لانا بكلم عن تغير في دي كايدز خلال عشرات السنين او ساعات خلال مئات السنين لو قريبت احسابها درجة الحرارة تتغير هو ده climate change فلما هنشوف مثلا يقول لك لا درجة الحرارة دلوقتي تغيرت مثلا من سنة 1800 لما بدأت ايا كادي با دي ده هو ده climate change اللي نتكلم عليه هو لازم على wrong period اولا ولازم يكون واضح التريند بتاعه مش بيتغير وفي نفس الوقت هو بييجي منين انا بحسبه بحسبه استاتيستيكا ليه مقدر شئيسه مقدر شئيس climate change مقدر شئيس ان انا هجيب مثلا جهاز يقس درجة الحرارة النهاردة وجهاز درجة الحرارة بعد سنة طب هو ده فعلا ما نقود بس مش الجهاز هو اللي بيحدد الكلام ده ال data دي بيخدها ولازم عملها statistical analysis عشان يطلع منها التريند بتاع climate change يبقى هو بيتكلم على refers to any change in climate over time with the two خب دي دي نقطة مهمة وبقاها ونزق نتيجة natural variability or results of human activity يبقى هو بالتالي نتيجة حاجة من اثنين التغيرات اللي بتحصل دي نتيجة ناتش حاجة طبيعية بتحصل ونتيجة والنقطة دي على فكرة هي اللي فيها ال data كتير قوي يعني ال data كتير ما بتؤمنش ان فيه اصلا حاجة بيقولك دي الطبيعة اساسا بتاعت الارض بتحصل كل كام مئة سنة بيحصل ان درجات الحرارة ايما بتزيد قوي او بتقل قوي او بلاش كام مئة سنة كام الف سنة فبتعلى وبتوط وبتعلى وبتوط وفيه عصور جليدية احنا عارفين ان كان فيه عصور جليدية زمان قبل كده واحنا دلوقتي عايشين في عصر ما بين جليدي يعني ممكن قوي تبص تلاقي بعد كام مئة الف سنة درجات الحرارة انتخفضت تاني دخلنا في عصر جليد تاني الفكرة كلها ده تأثير الطبيعة وبالتالي البشر ما نهمش تأثير قوي في الموضوع وبالتالي ما فيش دائع بقى نكبر الموضوع ونأثر على الاقتصاد بتاعنا ونغير في الاقتصاد بتاعنا عشان قطر أقل التأثيرات بتاع climate change دي وجهة النظر بتاعت الناس اللي ما بتؤمنش بأهمية ان احنا نتعام مع climate change بس في ناس تانية كتير بتقول لا والله بغض النظر انذا كان نديه حاجة طبيعية بالتم او حاجة تتيجي التدخل البشري فانا لينا دور التدخل البشري بالذات في العصر الحديث اللي احنا عاشين فيه من ألف سنة فاته مش هقول من مئة ألف مئة ألف سنة فاته مش مئة ألف ده من مئتين سنة فاته مكادش تأثير البشر على الطبيعة زي دلوقتي فبالتالي لا تأثير البشر دلوقتي على الطبيعة بالصناعات بتاعته بالبلوتنس اللي بيعملها بالتغيرات اللي بيسبب فيها على كل أنحاء العالم تأثير متضاعف وبالتالي لازم البشر يتحملوا مسؤولية الموضوع ده طب الكلام ده اوه بيتناقش فين بيتناقش من خلال مؤتمرات المناكل بس مؤتمرات المناكلة بس مؤتمرات المناكلة كل سنة ما هوش مؤتمر علمي على فكر لو خدتوا بالك وتابعت ويعني لو حد كان متابع مش مؤتمر علمي مش الهدف فيه نقاشات علمية والهدف فيه ان متخذ القرار في العالم سواء قيادات الدول او اصحاب الشركات الكبيرة المؤثرة او حتى الجهات اللي بتتعاون في مجال المناكلة تقعد مع بعضها ويشوفوا هيعملوا ايه ده هدف من مؤتمرات المناكلة لكن الجانب العلمي فيها بيتعمل حاجة عن طريق حاجة اسمها الـ IPCC IPCC هو intergovernmental يعني يعني عاجة تعاون بين الـ government يعني intergovernmental panel on climate change اسمه IPCC ده أباره عن ايه أباره عن scientific and intergovernmental هو scientific في الحقيقة بيبقى الهدف منه كل الناس اللي بتشاري فيه ابقاء البقاء لابحاس المتعلقة بالqual في الكلام ده المناخ. الIPCC بتطلع report. ال report دي بتبقى دايما هي المرجعية لكل دول العالم في التعامل مع المناخ. يعني ايه مرجعية؟ يعني هي اللي بتقيس تأثير المناخ عاملت دي على كل قطعات. مش هالسواحل بقى زي ما احنا نتكلم في المادة بتاعتنا. لا تأثيره على كل قطعات. تأثيره على الزراعة. تأثيره على المجال الميعية. تأثيره على الانيرجي. تأثيره على كل حاجة. فهم بيطلعوا كلام ده كله خلال ايه؟ من خلال اسمها ايه دي report. طبع report دي متاحة لجميع. انت بوقت تخش في اي وقت على الويب سايد بتاعهم. تنزل كل ال reportات بتاعتهم. وتبقى updated بالايه؟ التضاولات البتن. ال report دي مش global يا جماعة. يعني فيه حاجات global. لكن في نفس الوقت كل دولة لها جزء لها. لنقول كده share بتاعها في الموضوع. وبتطلع زي report بتاعها عنها. سواء دولة او منطقة. هتلاقي كتير بيتكلم على منطقة عربية او بيتكلم على مينا ريجن. اللي هي ميدل ايست نورث افريكا. فدي المرجعية بتاعتنا بالنسبة للموضوع بتاع climate change. طيب ايه اللي بيعمل climate change هو زي ما انت قلت وكده هو green house effect. ببساطة شديدة. المفوض ان فيه incoming solar radiation. بغض النظر عن كمواطعة meter square. يعني بغض النظر يعني عن الرقيمة نفسها. المفوض ان الجزء جزء منه الارض بتمتصه وفي نفس الوقت الجزء منه بيرجع بيرجع لل للارض. يعني الارض بتحكسه. المشكلة بقى ان ما يبقى فيه عندك بلانكت من green house gases. green house gases على فكرة كتير. يعني فيه انواع كتيرة من الغازات بتابقها اسمها green house. طبعا هي ليه اسمها green house هي هي اسمها غازات الصوبة يعني. هي بتعمل كأنها بتابق green house يعني صوبة زراعية. فهي ببساطة شديدة فكرة عمل الصوبة الزراعية ايه? انك انت بتحط النبات جوه الصوبة عشان تخلي درجة الحرارة جوه ثقعة. اه درجة الحرارة جوه عالية. دي عشان كده يصدق في الاماكن الباردة. فبالتالي انت بتحطها جوه عشان خطر تحفظ على درجة الحرارة. ده ده اللي بيحصل. انت المية بدل مكانة الحرارة بتنعكس بجزء كبير منها بيعكس على اله بيطلع برا. لا اللي حصل ان فيه جزء منها ما بقاش ينعكس فيه جزء منها خلاص بيجي يرتد. لا بيلاقي ان فيه زي بلانكت من جرين هاوز جازز بتمنع الانعكاس بتاع درجة الحرارة دي. وبالتالي بيحصل بقى الاكستينج مباشرة ما بين الطبقة دي والطبقة بتاعة الارض. وبالتالي المشكلة ان دي بتعلي من درجة الحرارة في الولاف الجوي وطبعا في الارض. طيب الكلام ده كله هي دي مشكلة جرين هاوز افكت بشكل بسيط يعني. دي اللي بتسبب بقى ارتفاع درجات الحرارة. يعني ارتفاع درجات الحرارة يعني دي احنا يعني هتسبب منظر اللي احنا شايفينه. عشان نقول ان فيه حاجة اسمها ارتفاع درجات الحرارة وفيه ترند لتغيرات درجة الحرارة ما ينفعش زي ما اقول نقصها في سنة و سنتين و تلاتة لان اللي هيحصل ان على كل عشر سنين تقريبا بتلاقي ان فيه درجة الحرارة بتاعله وتنزل. وده انت هتشوفه. لو انت جيت خط من سنة 1880 لغاية ما وصل سنة 2000 ده هو عبارة عن الدلتا من دمبرتشر. التغير اللي حصل في التمبرتشر بشكل رائد. لغاية سنة 2000 ها تغاية سنة 2000 طب بعد سنة 2000. الوقت احنا بقى ده يمكن جراف قديم شوية. احنا عندنا الوقت لغاية 2020. اكيد يعني اول 2022 كمان. لكن اللي هيحصل ان لو انت خدت بالك ان فيه اختلاف في درجات الحرارة. دلتا نفسها او ان درجة الحرارة بتزيب بشكل طارد. صح؟ بتزيب درجات قليلا قوي على فكرة مش حاجة كبيرة. بس لو درجة الحرارة تغيرت 0.5 درجة مهوية على المدى الطويل او واحد او اتنين درجتين ده حاجة رهيبة. لان احنا مش بنتكلم بقى ان التغيرات اللي بتحصل كل سنة والتانية زي ما انت شايف كده. شوية ابرد شوية ادفى شوية وهكذا. لا ده هو trend كله طالع لفوق وبالتالي بيحصل ده هو ده ده اللي بنتكلم عليه. التغير بيبقى عنده trend والفترة طويلة من الزمن. الكلام ده طبعا global ولكن هو مش ثابت على مستوى global مش ثابت على مستوى العالم يعني. يعني لو احنا خدنا بالنا كده ان هي دي كده برضو دي من احد الفيجرز اللي طلع من الIPCC reports. لو انت خدت بالك اولا التغير للتشينج اللي بيحصل درجة مش ثابت على كل العالم اكيد. ماشي يعني اللي حيب نورت امريكا غير ساوت امريكا غير يوروب اعمت الجزء السطح الشمالي من الارض غير الجنوب من الارض وهكذا. مش بس كده ده في الحقيقة كمان ده هو ال land درجات الحرارة بتاعتها بتزيد بشكل اكبر بكتير من درجات الحرارة بتاعت ال ocean وهكذا. فبالتالي المواضيع مش ثابت على مستوى العالم. وده السبب اللي بيخلي كل منطقة بتحسب الدراسات بتاعتها او بتعمل الدراسات بتاعتها بشكل مستقل شوية. عشان تقدر تعمل تشوف trend بتاعتها وتقدر تتعامل معها. يعني لو احنا بندرس على امريكا حتى امريكا نفسها. ما حدش يقول لنا امريكا كلها لنفس الدراسات. الجزء بتاعت الشرقي بتاعت امريكا غير الجزء الغاربي بتاعتها ده له behavior جبدا خالص. ولو weather conditions بيختلف تماما عن الجنب دوي. المنطقة بتاعت البحر متوسط دايما بتبقى تاعتما بالتعامل انا معاملة واحدة. رغم ان جنوب البحر متوسط طبع مختلف عن شمال البحر متوسط لكن في الاخر ليها تعامل معاين. وهكذا كل منطقة جنوب شرق اسيا لها منطقة تاعتها منطقة استراليا والجزء اللي حوليها لتعامل معاين وهكذا طيب. لو جينا خدنا زي ما كان برضو حد من النوك وكان بيقول ان فيه سيناريوز مختلفة. فيه optimistic وفي ايه? business. يعني هو فيه فيه حاجات متفاقلة شوية وفيه حاجات بتقول لك لا دي الدنيا هتخرب فالحاجات المتفاقلة كلها دي عبارة عن سيناريوز مختلفة. كل المسميات اللي انت شايفها دي عبارة عن سيناريوز مختلفة. فيه سيناريوز بناء على ايه السيناريوز دي? عنده هو بيعمل هنا prediction لضايد الفين ومائن. بناء على ايه السيناريوز دي دي? بناء على data statistical بيخدها بناء على model الذي بتتعامل في الحقيقة يعني هو بيعمل model. الموضل ده بيتنبأ بدرجات الحرارة بعد خمسين سنة وبعد ستين سنة وبعد مئة سنة يبقى شكلها عامل ازاي? فيه حاجات طبعا حسب بقى انت اللي بيعمل model ده وبيعمل model ازاي? الثيوريز اللي وراها يعني. وفي نفس الوقت على حسب data اللي هو بيحطه الشكلة عامل ازاي? وزاي بيدرب الموضل ان يتعامل مع ال data دي. فبالتالي بيصدر في الاخر ان فيه حاجات تبقى optimistic شوية وفيه حاجات تبقى بشكلها مش حاجة زي ال b1 دوات اللي هو نوع عامل بيزوماستيك يعني متفائل بيتكلم على ان بعد مئة سنة يدوبك هم درجتين بس. على رغم انه درجتين حاجة نبيرة في الحقيقة. لكن فيه حاجات ممكن توصلك زي ما انت شايف كده اللي هو a1f1 دوات ممكن يوصل ليه انت بتتكلم في اربع او خمس درجات بتغير درجات الحرارة. طبعا كل واحدة فيهم حتى تتبحها بعد كده مشاكل كتيرة و impact هائلة هتحصل عليه. طيب ده بشكل عام كده ان فيه عندنا يعني ايه climate change مين الجهة المشؤولة او ان الناس اللي بتتابع الحاجات دي كلها وايه السيناريوهات المختلفة اللي احنا موجودة السيناريوهات المختلفة. الـ impact بتاعتها بتاعت C level rise اللي احنا نتكلم عليه ده هو احنا نتكلم على ان فيه يعني هو لو جينا قسنا بس من اخر القارنة 19 اللي هو 1800 حاجة وتمانين زي ما كان موجودة في الجراف كده درجات الحرارة زادت تقريبا من 0.6 plus or minus 0.2 دي جريز يعني تقريبا حتى بقى قرب الواحد درجة يعني المينسي ليبل زاد من 10 الى 20 سنطيق ده من اخر من سنة ده تقبالك ده فين بقى ده انت ده الكلام ده هو سنة من 1880 اللي هي بداية الصورة مش بداية الصورة الصناعية طبعا صورة صناعية قبلها 100 سنة بس بداية التصنيع الثقيل يعني اللي بدأ ايه يأثر بشكل كبير على خلال الفترة دي السنوكاور هاف ديكليند بايس بحاولي عشرة في المية يعني بقى قبلك عشرة في المية دي مشكلة كبيرة السنوكا ودي حتشوف دلوقتي ان دي من احد الاسباب اصلا من الايه اللي بتتبع بستيل ليبل رايس اللي حيحصل ان في اماكن بيحصل فيها اعلى يعني بالاخر يعني التغيرات درجات الحرارة سطح الارض عمتا متزن جدا في درجات الحرارة بتاعتها وجزء من الاتزان ده نتيجة الطائرات الكبيرة العملاقة اللي مشى في المحيط مع التغيرات اللي بتحصل فيه اللي اللي بيحصل ان لما تيجي تغير درجات الحرارة ده بيعمل بيحصل عدم اتزان وبالتالي بينتج عنه ان فيه اماكن بيسقط فيها مطر المناطق دي هتحزيد قوي او متادش فيه مطر بينزل فيها لكن هتزيد المطر هيحصل فيها مطر وبالتالي هعمل بينما فيه مناطق تانية بالذات في افريقيا بقاسية على فكرة كان قريدي بيبقى فيها مطر كتير ولكن مطر هيقل وبالتالي هيحصل فيها كتير دراوتس هيحصل فيها دراوتس يعني هيحصل فيها موجات جفاف وده في الحقيقة بيحصل فعلا يعني بشكل كبير جدا في بعض بلاد في افريقيا هيحصل اكستريم افنس اكستريم افنس يعني ايه يعني زي يعني زي النواة او العواصف الشديدة احنا بتسميها عندنا نواة اللي هي ساب تروبيكال عمتا يعني بس في عندنا بقى تروبيكال ستومز كبيرة في حاجات زي اللي بيحصل في العصير اللي انت بتشوفها في امريكا الشمالية او بتشوفها في الشهر اقاسية دي عصير العصير دي التكرار بتاعها هيزيد والقوة بتاعتها هيزيد يعني ايه ودي مشكلة كبيرة احنا بدنا ماجهة اي منطقة قرب الصحراء بتواجه منطقة التصحر يعني الصحراء نتيجة موجات الجفاف اللي بنتكلم عليها دي فبيبتدي كمان الصحراء تغزو المناطق الخضراء وبالتالي بتحول الارض الخضراء بتاعتك الى ايه الى صحراء وكان دا موجود في افريقيا موجود في اسيا موجود في امريكا الشمالية لكن طبعا مش موجود في اوروبا اللي ما عندهمش صحراء عمتا يعني موجود في استراليا على فكرة ومشكلة كبيرة جدا في استراليا من احد الاسباب المشاكل الكبيرة ودي مربوطة جدا بالسيلة في الرئيس السيلة ببساطة شديدة يعني ايه يعني انت عندك مية جوفية مية جوفية في الخزنات الجوفية لجنب البحر يعني دايما جنب البحار في المناطق العالم فيه خزنات جوفية نتيجة تكوين الارض نفسها في المناطق دي الخزنات الجوفية دي بيبقى فيها مية عزبة زي اللي عندنا في ديل تالنيل مثلا كل منطقة السحل الشمالي دي فيها مية عزبة في الحقيقة نتيجة ديل تالنيل ونتيجة الريتشارج بتاع المطر اللي بييجيها ينزل عليه المشكلة ان اللي بيحصل ايه إن بيقى فيه بلانس بين سطح الماء اللي في الخزانات دي والماء اللي في البحر. ده يعني الليفل يدوبك مصبوط اللي بيحصل لو سطح البحر يزاد بمسافة معينة زي ما انت عارف بيحصل إن الماء دايما بتنتقل من المستوى العالي مستوى الواضي. فبيحصل إن السولت ووتر اللي في البحر يبتدي يخش جوه الخزانات الأرضية اللي هي خزانات المياه العزبة. ده بيعمل إيه وعامل إيه فعلا دلوقتي في الواقع في السحل الشمالي وشمال الدلتة إن كان الناس بتدقى الأبار وتسحب مياه عزبة تلوي بيها الأرض بتاعتها أو تشرب منها أو تحليها يعني وتشرب منها. اللي حصل إن مستوى الملوحة بتاعها بتاع الأبار ده زاد جدا. مستوى الملوحة بتاعت الأبار بقى عالي جدا. ده ليه لإن المطر المياه بتصوى بسطح البحر بيعلى وبالتالي يبتدي المياه تخش جوه الخزانات الجوفية وبتزود طبعا المياه. مياه ملحة فبالتالي بزود الملوحة بتاعتك. دي مشكلة جلوبال في العالم كله. في كل البلاد بسطح الأراضي بتاعتها مخافضة ودي كثيرة على فكرة. زي الدلتة عندنا وزي أماكن كثيرة في أوروبا وخلافة وأمريكا وأسيا لكن في نفس الوقت تعتمد على المياه الجوفية من الخزانات الجوفية الساحلية كوستال أكوفرز. أعتقد أنتوا درستوا جراوند ووتر بشكل أوباخر مش كده ولا لسه ما درستوش كان محاضره كده في دكتور ريحي كمال في التانية مدينة. اه. انتوا برضو أعتقد فيه كورسة من التانية مدينة جاية متأكل يعني. مش عارف إذا كان إليكتف ولا لأ بس أعتقد مش إليكتف يعني. طيب عادي درستو برضو هتشوفوا تأثير الحاجات ديات بشكل ما. الفكرة بقى أن بتاعت بنتكلم على أن فيه مناطق بتتأثر من أناطق تانية. إحنا اللي همنا عندما نجد نتكلم على أفريق عامة فيها أن هي من أكتر اللي تتأثر في الخيار بقى بتشينجي. وتأثيرات على فكرة مختلفة جدا من أماكن إلى أخرى. فهتلاقي أن فيه أماكن طبعا نحن عارفين فيه الصحراء الكبرى هنا الموجودة هنا. وبالتالي الصحراء كل الجوانب اللي حاولين الصحراء مؤثرة بمطوعة تصحر. وفي نفس الوقت انت عارف أن نحن عندنا أمهار رئيسية في أفريقيا أهموم نهر النيل طبعا اللي ماشي من الجنوب من هضبة الحبشة لغاية الشمال والتي التصرف بتاعه بيعتمد بشكل رئيسي على المياه اللي جاية في هضبة الحبشة واللي جاية في منطقة البحيرات اللي في وسط أفريقيا. معدلات تساقط الأمطار متوقع أنها تقل في الحبشة. مثلا على سبيل المثال وبالتالي ده حيؤدي في الآخرة أن التصرف في النيل حيقل من نتيجة اتصاد معدلات الأمطار الموجودة. العكس ممكن أو بشكل ما متغير شوية ممكن يحصل في مناطق تانية مما فيهاش الأمطار الشديدة دي موجودة في غرب أفريقيا وبدأ يحصل فيها أمطار لدرجة أن مواسم الزراعة عندهم بدأت تتغير على فكرة. يعني كثير من المناطق اللي في وسط أفريقيا بتعتمد أصلا سواء غرب أو شارك بتعتمد في الزراعة بتاعتها على الأمطار وهو عنده نظام هو عارف عارف المطر بيجي قبطة كل سنة ومواسم الأمطار يعني اللي حصل إن بدأ يحصل شفت في مواسم الأمطار دي وبالتالي بدأت بدأ المزارعين يحصل في عندهم لخبطة كبيرة وبدأوا يخسروا لأنه هو مش بتعود على المطر في الوقت ده فنوعية الزراعات بتاعته مش نفع إن هو يزرعها في الوقت اللي بينزل فيها المطر دلوقتي الشفت دي مشكلة كبيرة وبسبب مشاكل اقتصادية كبيرة وبشكل عام وتأثير المشكلة بتاعته هي مشكلة بيئية بس إن عكاستها الاقتصادية والاجتماعية خطيرة بتأثر على مجتمعات بالكامل مش بتأثر على منطقة محدودة أو فيها معانا من الناس وبالتالي إفريقيا من المشاكل اللي فيها طبعا ده جير بقى السي ليفر رايز اللي بيحصل اللي بيعامل مشاكل كبيرة جدا في البحر المتوسط تحديدا على فكرة شكل رئيسي يعني وتأثير بقى اللي زي بتفاني على الأبار الجوفية وهالكلام دا طيب ده بالنسبة للريجينز لكن بيها رضو بيتقاتل على السيستمز والسيكتورز يعني بنتكلم على إن فيه حاجة اسمها أو البحيرات الشمالية اللي موجودة عندنا في مصر دي دي مناطق حماية دي مناطق حماية طبيعية ربنا سبحانه وتعالى عملها عشان يحمي الدلتة نفسها وعشان في نفس الوقت هي منطقة منطقة بيئي المناطق دي لا بقى فيها مشاكل كتيرة دلوقتي والكلام دا موجود في سحل البحر السحل البحر المتوسط بالزادة كتير وموجودة في جنوب إفراقها كمان الصوت موارشز دي مشكلة كبيرة جدا على فكرة والتأثيرات اللي إمباكت عليها بدأت تظهر بشكل قوي جدا طبعا الووتر ريسورس زي اللي قلت لست بتكلم عليه كسيكتور متأثر من أكتر السيكتورز اللي متأثرة بكلامة شينج يعني بأثر على حال كتير بس من أهم الحاجات اللي بأثر عليها مصادر المياه لأنه زي ما قلنا فيها ماكن معتمدة مش فيها ماكن هو طبيعة مصادر المياه متى بتعتمد على تساقط الأمطار سواء بقى ساقط الأمطار دي انت بتاخد من المطر مباشرة زي ما بيحصل في أوروبا أو بيحصل في مناطق الاستوائية أو انك انت المياه بتنزل في مناطق معانا ومياه بتنجري بقى في مجاري مائية وانت بتتستخدم المجاري مائية دي زي ما رديل كده لا فبالتالي تأثير الكلام ده وتعالى الووتر ريسورس تأثير فظيع عمتا يعني وبالتالي ده بينعكس على السكتور التاني اللي بنتكلم عليه اللي هو الأجري كالشر فالأجري كالشر في بعض أماكن كتيرة بتتأثر كتير جدا بالريديوس الووتر يعني بتأتي يحصل لا المعتمد على مياه النهر النيل لأن نهر النيل قل إيراده لقدر الله مثلا بسبب أن فيه المياه قلت أساسا أنه ليه على الهبش على الهبش أو أن أنا معتمد أن أنا بروي من مياه الأمطار في مناطق كتيرة جدا لأمياه أمطار قلت وبالتالي أنا مش هقدر أروي بشكل كويس وبالتالي هيأثر على المياه التأثير المياه مش بس في الزراعة وفي نفس الوقت المياه دي مياه شرب فلما يحصل أن أريدي أساسا إحنا عندنا ما يتراوح من نص مليار بني آدم إلى مليار بني آدم على سطح الأرض أريدي بيعانوا من مشاكل بتاعة توفير المياه وتوفير المياه الشرب الصالحة فبتخيل بقى أن لما يحصل أن الوقت تتأثر بشكل أكتر أسوأ تخيل أن النص مليار تقول هيزيد وممكن يبقوا مليار أو اتنين وبالتالي ده هيسبب تفشي بقى للأوبئة وتوشي أن تشرب مياه ليس نظيف وبالتالي كل أمراض والأوبئة المعروفة تبتدي تبهدل يعني تنتشر بشكل فضيح آخر حاجة كوستل سيستم زي برضو البحر المتوسط عندنا كوستل سيستم واضية يعني هي منصوبها واطئة وبالتالي نتيجة نتيجة ونتيجة ونتيجة النكريز بتاع اللي هي النوات والعواصف دي كلها ناطق أو على يعني على قطاعات معينة في العالم سواء قطاعات دي قطاعات اقتصادية أو حاجات اللي علاقة بالمجتمع نجي نتكلم على حاجة أساسية اللي هو ده واحد من الامباكس بتاعة اللي احنا جاين نتكلم اللي يهمنا الوقتي نتكلم على فلازم نتكلم على عبارة 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 من أو أو بغض النظر اللي بسويد والكلام ده درسته في المساحة عامة نمو عارف انه في حاجة اسمها اللي بسويد لكن القراء القلاصة يعني ان الارتفاع بتاع برضو مش ارتفاع بتاع السنالي او مالوش علاقة بمعنى اخر مالوش علاقة بالمد والجزر عشان محد الشور بط الاتنين در بعضهم المد والجزر زي ما درسنا كده ان منسوب الماء في البحر بيعلى ويوط نتيجي تأثير الامر مع الشمس على الارض تأثير الثلاث اجرام السماوية دي تأثير ها اللي مع بعض بتقلي منسوب الماء بيعلى وبيوط طيب ده المد والجزر لكن احنا ما نتكلم ش عن مد والجزر هنا نتكلم على ان مستوى سطح البحر بيزيد مع الزمن ليه بيزيد بيزيد متقاس من سنتر من ريفرنس اكيد طبعا ما بدي ينقاس من ريفرنس وبناء عليه بنقدر نقول ان الارتفاع بتاعنا بيزيد هل هو بيزيد معدل 1 ميلي 2 ميلي ولا 0.8 ميلي مثلا يعني وبالتالي ده جلوبال برضو اللي نتكلم عليه هو بيقيس الكلام ده يعني زي بيقيس اصلا حاجات دي كلها اولا احنا عندنا جيجز موجودة في وسط المحيط موجودة في البحر وموجودة على الشاطئ دي كلها جيجز بتقيس مناسيب المية وكلها بتتربل ببعضها بشكل وابخر وبيعرف الارتفاعات اللي حصل فيها شكل عامل ازاي الحاجة التانية استطلاية اميجز دلوقتي عندنا التكنولوجي بتاع الاستطلاة السواء من 20-30 سنة لفاته بيقدر بسهولة جدا يحدد المية بدقة مش بس مية مية اولان دي يعني يعرف ايس المناسب بشكل دقيق جدا وبتالي يعرف في ايس الداتا بس زي ما انتم شايفين كده برضو الداتا دي اصلا مش قديمة قوي وعشان كده في ناس كتير بتقول لا السيروراس بحفيها مش موجود لكن هو بدأ من 20-30 سنة لفاته وبدأ يظهر حاجات كتير جدا بيبقى فيها امبكس كتير قوي على عماكن كتيرة حول العالم طبعا التأثير مش تأثير واحد بمعنى اخر واكيد ده في تفكير مش هيحصل من المنسوب البحر بيزيد 2 ملي في السنة كمعدل يعني على كل الارض انتراكتيكا بتاع كاراكوبية جنوبية مثلا واللي بيحصل في البحر الصغيرة مثل بحر أحمر وبحر متوسط غير اللي بيحصل في المحيط اكيد طبعا يعني فالليفر مختلف ماشي تمام احنا منتكلم على تايد الجيج اوبسرفيشن الجيج عبارة عن اجهزنا متركب في المحيط موجودة وبتقيسي الكلام وفي نفس الوقت من الداتا بتاعت الايه بتاعت السطوات ومنها الكلام ده هم وصلوا ان نتكلم على 1.8 مليمتر طب واحد ممكن يقول لك يعني هو 1.8 مليمتر يعني انت تتكلم فيه يعني يعني سطح البحر بيزيد 2 ملي يعني 2 ملي يعني 2 ملي يعني بقيل انت 2 ملي ده وشكلها عمل يعني بس المشكلة انك انت ما بتقس الكلام ده دلوقتي انت بقسه على بعد 100 سنة فال2 ملي ديت وبعدين المشكلة هل هو لينير هل زياد لينير لا مش لينير خاص للأسف يعني يعني هي دلوقتي 2 ملي لكن هي ممكن تبص تلاقي 2 ملي دلوقتي لكن بعد 10 سنين بقت 1 ملي 5 5 ملي بعدها 2 سنتي فالموضوع يزيد بشكل متصاعد وبالتالي ده يسبب كوارث بعد كده لان انت بعد 100 سنة وده اللي همنا في موضوع السيري فرايز مش بتتكلم على دلوقتي تتكلم بعد 100 سنة لان انت ببساطة شديدة بتعمل و بتعمل حاجات كتيرة هتعمل لك هتعمل ال ال هتعمل عشان تعيش مش عشان خاطر طوال سنة او سنتين تعمل عشان تقعد لغات من 50 سنة 100 سنة قدام وبالتالي الكلام ده لازم تعمل حسابك وانت بتعمل لها التصميم بتاعك السيناريو المختلفة بتاعت climate change اللي كلمنا عليه هدية قدت الى ان وجوز فيه silver rise برضو بشكل برضو مختلف على حسب السيناريو بتاعنا تتراوح منه من اول 0.38 متر لغاية 0.59 متر وفي الحقيقة دي زادت بعد كده كمان في السنوات المؤخرة يعني العرقام موصلت للأرقام اكبر كده بكتير ده مش بعد 100 سنة لكن لو يحصل بعد 100 سنة الموضوع ممكن يزيد بقى كمان كل منطقة غير التالي لكن حسب السيناريو اللي احنا مشغلين به وحسب داتا الموجودة والتغيرات اللي بتتم في الموضوع اللي بتعمل بيتحسب تأثير الكلام ده على سيليفر رايز طيب ايه برضو سيليفر رايز ايه اللي بيسبب سيليفر رايز عملا ايه بسبب ان سطح المية بيزيد يعني سطح البحر بيزيد في البحر والمحايدات اولا احنا عندنا فيه عندك طعم بجزء رئيسي ان الحرارة نفسها بتزيد لما الحرارة بتزيد الووتر بيحصل اي مائعة في الدنيا لما بيحصل ان الحرارة اللي حواليه بتزيد فالمائعة ده بيتمدد ده حاجة طبيعية موجودة معروفة يعني وبالتالي لنتيجة الحرارة البحر نفسه منسوب المائعة بيعلن ان البحر اللي بيتمدد ووتر اكسبانز مش اكتر من كذا طيب في نفس الوقت برضو نتيجة ان حاجتين اساسيتين برضو نتيجة ان الماونتين جلاسيرز جلاسيرز اللي هي متجلدات المتجلدات يعني اللي هي التلج الكميات التلج الكبيرة اول موجودة في نصف القرى الشمالي بشكل رئيسي ويساعد في موجودة في نصف القرى جدون في بعض اماكن قليلة لكن في نصف القرى الشمالي موجود متجلدات اللي موجودة في جبال القلب موجودة في الهملايا موجودة في امريكا الشمالية كل دي متجلدات قديمة دي اعماق كبيرة كتل تلج رهيبة بتمتد الى كيلومترات كتلة لفسها عمقها بيبقى كيلومترات الكلام ده بدأ يسيح وبالتالي المياه دي بدأت تتحول الى مياه عزبة مياه عزبة طبعا بدأت تنزل في البحر وبالتالي طبعا بدأت تزود من الحجم بتاع البحر نفس الكلام ده بيحصل في جزء الكور الجنومي بقى مش عشان متجلدات ولكن عشان قرر جباية جنومية نفسها فقرر جباية نفسها اللي بيحصل ان بيبتدي ينزل اللي بيسيح كتل كبيرة بسيح ولو انت بتابع شوية في الاخبار ساعات يقولك ان في مشكلة رئيسية ان في كتلة كبيرة بحجم طبعا كتلة دي يعني حجم جبل جبل جامل من التلج انفصل وبدأ يتحرك بعيد عن قرر الكتبية وبدأ يمشي وبالتالي بدأ يسيح كل مهماش عمال يسيح وبالتالي ده بيقدي الى ايه بيقدي ان في كمية مياه كتير عمال لا تخش في البحر في حقوقة مربوطة بالكلام ده ما هيش ليه علاقة بالمية نفسها ولكن ليه علاقة بالأرض ان مع مصاحب لمشكلة ان المية نفسها منسوبها بيعلى الارض نفسها بتقل كمان يعني المشكلة مضاعفة مش عشان الارض مية تعلى لا ده كمان الارض بتقل بيحصل حاجة اسمها الانساب سايدنس الانساب سايدنس يعني ايه يعني الانساب نفسها منسوبها بيبتدي بالذات في المناطق اللي فيها دلتات قديمة مثل دلت النية المزل وفي المناطق حتى موجودة في امريكا الشمالية مثل منطقة بتاعت فلوريدا او منطقة بتاعت فينيسيا في ايطاليا كل المناطق دي عبارة عن دلتات هي تكون انهار الارض بتاعتها بطبيعتها بتتضغط بتتضغط بالذات لما تيه تسحب منها ماء جوفية او تسحب منها اسمها ايدي اويل او تسحب منها غاز طبيعي فبتبتدي طبقات التربة تضغط فالطبقة التربة نفسها بتقل يبقى احنا عندنا مثلا في السحل الشمالي او في مصر عمتا في الدلتا عندنا مشكلة مضعفة عندنا ان المناطق الماء بيزيد في البحر المتوسط وفي نفس الوقت الدلتا نفسها بتنزل كل ده بمعدلات بسيطة او مليمترات او اجزاء من المليمترات في السنة لكن لما تيجي تبقى موضوع كوموليتف على مدى سنين طويلة الموضوع بيبقى مؤثر بشكل كبير جدا فلو احنا بنتكلم كده وفقا للريبورت بتاقى IPCC اللي طلعه في 2007 وبكل سبع سنين تقريبا بيطلعوا ريبورت يعني سبعة اربعتاشر واحد وعشرين فاللي بيحصل ان هم قالوا ده الرينج بتاع التأثير كم مليمتر فريير يعني ده احنا نتكلم كم مليمتر فريير و الترمال اكسبانشن مثلا الماونتين جلاسيرز اللي في بالذات في الشمال الكرة الارضية جرين لاند ايت بالذات لان جرين لاند طبعا جرين لاند لو انتم مش فاكرين شكلها هي ما بين اوروبا وامريكا الشمالية مثلا فجرين لاند نفسها فيها مشاكل فيها كتلة جبل رهيبة جدا بدأت تسيح وطبعا اخر حاجة اللي هي قرر كتبية الجدوبية تأثير الكلام ده كله بقى لما تيجي تجمعه مع بعضه حسب الرينج اللي انت بتتكلم فيه فهو دوت اللي بيطلع لك تقريبا المعدلات بتاعت تغير سطح البحر شكله عمل ازاي طيب تعالنا تشوف اكزامبل لحاجات اللي حم نتكلم فيه دي مثلا صور معروفة دي صور حتى في اوستريا نمسا يعني على منطقة القلب على هضبة بتاعت الجبال القلب عمثلا ده المنظر عمثلا دي صورة من نفس الجبال هي سنة 1875 كل احنا شايفين دي جلاسيار كل شايفين دي عبارة متجلدات جبال من التلج يعني كتل من التلج الكتل دي دي صورة في 2004 فانت لك انت تخيل موضوع ان ده طبعا اكيد الصور بتتكت في نفس الوقت مش ده صيف وشتة وحتى الصيف وشتة بيخليش النتال بفيه بهذا الشكل يعني فبالتالي منظر ده منظر ده منظر موجود يعني دي احد الحاجات هلي بتقول ازاي طب الماء دي هتروح فيه في الاخر ما ماء ساحت والماء عمثلا لما هتيت سيح كل دي هتتحرك في المصارب بتاعتها وفي الاخر عجلا ما مجيلا هتوصل للبحر ده مثلا برضو صورة وعلى فكرة الصور دي هتلاقيها كتير قوي يعني او انت تدورت على الانترنت وعلى جوجل كده وشفت التأثير جلاسير شكلها عمل ازاي تلاقي صور من دي زي دي كتير قوي نجيل لك النموذج يعني هتلاقي كتير قوي من حال عالم مصور الكلام ده من مئة سنة فاتوا مثلا والتأثير وشكلها دلوقت شكلها عمل ازاي طيب برضو دي صور بتاعت ساتلايت اميتش يعني او محكاة لساتلايت اميتش يعني للجرين لاندا ايسمان يعني دي جرين ناندا هين ماشي وده اللي شايفين ده ده المحيط المتجلد الشمالي أو محيط القطب الشمالي اللي هو كله تلج زي بانتش شايف كده طب المشكلة زي منتش ده ده المنظر سنة سنة سبعين ده منظر سنة 2003 فيه اجزاء كتيرة قوي كانت تلج زي ما انتش شايف كده بدأت تسيح فيه الكتلة الجلدية نفسها بدأت تقل ومش كده كبير الموضوع اسوأ ده اسوأ دلوقتي لدرجة انه بقى فيه مسارات تتفتح في الكلام دوت وبقى فيه حركة في اتقال المراكب بدأت تقدر تتحرك ما بين الجنب دوت وفي جنب في اسيا والجنب الثاني طبعا في اوروبا وبالتالي بدأ يبقى فيه مسار لحركة المراكب من ضمن الحاجات المشهورة شوية ان فيه حتة في ميريلاند ميريلاند ديت في امريكا الشمال في امريكا يعني زي بتشايف كده بيقولك هو دي الناس متصور على ما تبقى من من ايلاند الايلاند دي كانت مسكونة في قرن السبعت عشر في بداية تقل تقل وبالتالي بدأت الارض تقل وماية تهمرها بالمنظر مش منهاش تأثير قوي ولا حاجة يعني المشكلة مش بكده مشكلة ان فيه جزر رئيسية في المحيط الهندي محيط الهاي ومحيط الهندي تأثيرهم يعني التأثير بتاع التغريرات المناخية عليهم تأثير رهيب لدرجة ان مالديفز مثلا احنا كلنا عارفينها من اكتر الاماكن او من اكتر الشعوب المعرض دورت جدا على فكرة وبالتالي ومش حزن تختفي كلها مية في المية لو جزء كبير منها اختفى الناس مش تعرف تعيش فهتحجرها وتسيبها خلص الدولة ما بقتش موجودة بتتكلم على دول دولة كاملة زي مظيف زي ممكن تختفي من على وش الارض نتيجة ان الجزر بتغر هل موجود في موضوع الجزر الممكن يحصل نتيجة المناطق اللي ممكن تغمر طبعا منطقة الوزيانة فيها مشكلة ان هي اصلا مصب بتاعة نهر الميسيسيبي وبالتالي هي مطاقة واطية في الحقيقة وبيحصل فيها الارض نفسها بتنزل فهتلاقي ان فيه جزء مغمور فيها جزء كبير ده لو حصل واحد متر ارتفاع بس طبعا لو نص متر هيبقى اللي بس برضو هيسبب مشكلة كبيرة فهتلا لو حصل 6 متر ده عسوى السيناريو هات الممكن تبقى حد متخيل ها طبعا زي ما انت شايف كده ان فيه اماكن كتيرة في فلوريدا في امريكا نفسها كل دي ستختفي كل ميامي كل جزء الجنوبي ده بتاع فلوريدا اللي امريكا الشمالية من اكتر برضو الاماكن المعرضة والبلاد المعروفة هولندا بطبيعة الحال هي اصلا منخفض هي معناها الاراضي المنخفضة هي معناها كده فهي اتصلا الاراضي المنخفضة لان في الحقيقة هبسين في الماء من الارض هي عبارة عن 50% of land lies less than one meter above sea liver يعني 50% 20% منها اساس انت على سطح البحر في 50% منهم يدوبك على ارتفاع واحد متر بس من سطح الارض فده المناطق اللي انت شايف ها دي لو حصل ان منسوب الماء بتاعتك هزيد تقريبا هولندا دي اغلبها تختفي وده السبب ان هولندا عمتا من الاماكن او الشعب الهولندي من الناس المربوطين بالبحر والناس اللي عندهم رهيب في البحر يعني من الاخر كده لما الهولندي يتكلموا والناس كلها بتسكن تهم يعني ان الابحاث بتاعتهم والشغل بتاعتهم والخبرات بتاعتهم في البحر في مجال البحر عمتا ومجال المستوى العالم خاص وبالتالي هم اكتر الناس فهمين في موضوع المستوى ومي دي كلها بتخش جوه المصابات دي كلها وبتدي تغمر الأماكن دي فالأماكن مش بس بتغمر على الساحل ده هنا الساحل بتاعها لا ده كمان المي بتخش لغات متواص لالندي هنا المنطقة دي بتاعت بلجيكا المنطقة دي كلها بتتلا بتغمر والمي بتدي تخش لغات متغمر تقاريبا اكتر فلد كبير جدا من السحل من من بحر الشمال احنا برد لو رجعنا هنا بحر الشمال اهو. ده بحر الشمال عمدنا ماشي في المنطقة بتاعة بحر الشمال ايه حصل هنا اسمها ايه دي حصل فيضان كبير يعني فيضان حصلنا مية عالية نتيجة عواصف يعني نتيجة عواصف اللي بيحصل فيه حاجة اسمها ستورم احنا اتكلمنا عليها قبل كده موضوع ستورم سيرج فلسورم سيرج دي بتزيد نتيجة منسوب نتيجة العاصفة في المياه دخلت جوه البلد فبدأوا يعملوا وناس كتير ماتت نتكلم على 1851 ماتوا 53 وفي تقريبا سبعين الف هجروهم يعني كتير مشكلة كبيرة في البلد يعني وبالتالي حصل ايه حصل ان هم حطوا خطة كبيرة جدا عشان يبنوا دايكس دايك يعني ايه يعني زي السد كده نتكلم عن الموضوع ده بعدين برضو زي السد كده بيتبني على جانب الارض ده بسا عشان خاطر تمنع المياه انها تعدي من تخش على اماكن المخافضة مش بس الدايكس هما كمان بنوا المنشآت اللي انت شايفها ده اللي انت شايفه ده ده برعة جيتز بارير بارير اللي انت شايفه ده هنا ده مدخل او مش مدخل بقى ده مصب بنهر السين الراين اسف مصب بنهر الراين قدام كده شوية في مدينة بتاعة روتردام اللي هي تاني اكبر مدينة في هولندا بعد امستردام اللي باينه هناك دي مدينة بتاعت روتردام طب المشكلة كلها ان ده المصب بتاع النهر طبعا مصب النهر في البحر يعني راح ينحيط البحر فاللي بيحصل ان نتيجة ارتفاع سطح البحر ونتيجة اللي هي في وقت العواصف ان منسوب البحر بيزيد اصلا فالميا بتليجي تخرج تمشي العكس بتليجي تمشي من البحر وتخش جوه النهر عكس اتجاه السرايان يعني وتليجي تغمر الاماكن اللي هو دي فهم عاملوا سيستم كبير جدا من الباريس دي واحدة منهم يعني بوابات دي مقفولة البوابات دي بتلف في هنا بيفوت كده والبوابة بتلف بتيركن بتخش هيدا وبتخش هنا فخالة العواصف بيقوم قافل البوابات دي يمنع المليحة خالص جوه النار وفي نفس الوقت يمنع الايه يبتدي يحمي المناطق الداخلية انها تغمر بالمية نتيجة ارتفاع المية بتاعت البحر فده بتكلمك على يعني ايه الكلام ده موجود منه كتير في امريقيا في غولندا موجود فيه في انجلترا بالذات على ما صبق على نهر التييمز يعني نهر التييمز نفسه اللي بيخش جوه 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 لندن اللي بيوصل لغات لندن نفسها عليه بارييرز في اللي انه متصل بالبحر عليه بارييرز والبارييرز دي موجودة عشان تحمي مدينة لندن او تحمي المنخفضة حواليها في انها تغمر في حالة العواصف وهنا بقى بيتكلم برضو على مشكلة كبيرة عمتها دي المشكلة اللي بتكلم عليه ان في حالة لما بيحصل في حالة القواصف ببقى في باريير طبيعي في باريير طبيعي من اللندن موجود هنا اكيد هي منطقة اصلا منطقة معزولة عن البحر لكن نتيجة اللي باري ده بيكسر وبتلي المية تخش بقى كده تبيه تغمر الارض مش بس بقى في المناطق اللي انت شايفها يعني ده كده ببقى جرعه فيه اماكن بيحصل فيها بلايين صح لكن في نفس الوقت بتيت تخش جوه مجر الانهار يعني على سبيل المسال مثلا صب اسمه ده هو تفرع انت عارف نهر النيل بييجي صبه في الاخر في رشيد ودومياط اللي بيحصل اين بيحصل ان رشيد بالذات بتاعه رشيد بيحصل ان لما فيها عواصف وفي دوميات المية بتمشي عكس الاتجاه المية بتخش عمتها في النهر عكس الاتجاه وتيجي تغمر الاراضي اللي على يمين وشمال المصاب بتاع المغر ده بالضبط اللي بيحصل في الحال العالم كل في اي نهر عمتها وده السبب ان بتيجي بقى البلد زي هولندا كده وتيجي توجي هنا عاملة بارير كبير عشان خطر المية وهي دخل هنا لأ موقف موقفها ببا ما تسمح لغش المية انها تخش جوا النار وبتيجي تغمر الاراضي ده فبوضوع الانانديشن يعني الفلادينج عمتها او كوستال فلادينج ده موضوع رئيسي جدا ومشكلة كبيرة بتقابل بلاد كتير بما فيه مصر على فكرة بس احنا بليف الأقل شوية من بلاد زي اوروبا وزي الولايات المتحدة بيحصل فيها الكلام ده في نيويورك بيحصل الكلام ده في فلوريدا وهنشوف اماكن كتيرة في الولايات المتحدة فيه عمتا ده ويبسايت ضريف جدا لو انت دخلت عليه اسمه ده فلاد هوب ده تبع يو كي حيفهمك الحاجات دي كلها يعني هيبقى فيه ضريف او دخلت عليه فهمك الخطوات بتاعت يعني ايه الانانديشن شكله عامل ازاي والعواصف بتتكون ازاي ضريف جدا يعني هم عاملون لتوعية الناس اساسا يعني هو مش صينتيفك اوه هم عاملون لتوعية الناس يعني ايه غمر ويعني ايه الانديشن ممكن يحصل لأنتيجة الكوستل فلادين Sharon والمكلام ده كل هذا ايه قطوله عن صورة نيوجيرسي يعني لابنت كلمة هنا او لسي باولك نيويورك لكن طبعا نيوجيرسي أنت وهنا جب من نيويورك عطول فيه ضواحي نيويورك يعني هنت تتكلم هو دهدده هذا کلاد القناة اللي نتكلم عليه البرير لو تركزت شوية تلاقي كان هنا في شاطئ وهيه بريير مفاجه لكن النتيجة الاواصف لما تيجي العاصفة منسوب البحر يزيد فيما يعراف بnos مؤ Idiote لما اتفقنا مكلمنا قبل كده عايز لما كده منتكلم عن الكروستال عن الكروستال الجنيني في التيرمن اللي فات اللي بيحصل ايه النمائية بتعلم بتبديتي تكسر تنحر في الشاطئ نفسه وتخش جوه المدينة ايه يكيد المنظر ما كانتش كده في وقت اللي عادت طب ايه علاقة ده بالكلمات المشكلة في المشكلة ان اولا منسوب البحر نفسه هيزيد بس الاهم بقى مش ان منسوب البحر هيزيد لان البحر هيزيد على مدى عشرات سنين المشكلة ان العواصف اللي كانت بتحصل تكرار بتاعها بزيد والسيفيريتي بتاعتها شدتها بتزيد فبالتالي ده اللي بيعمل بقى المشكلة مش بان معدل تكرار العواصف نفسها زواء عواصف معتدلة شوية سابتروبيكال يعني زي اللي عندنا النوات اللي احنا بنسميها نوات في مصر او العواصف الكبيرة زي الهيريكنز وزي اللي اسمع ايه دي اللي بتحصل في اليابان وبتحصل في شارع قاسي مش فكرة اسمع ايها لا تسنامي حاجة تانية خالص بعد تسنامي ده موضوع تانية تسنامي ده يعني زلزال حصل في طبقات الارض فبالتالي بدأت الماء تتحرك وبدأت تغمر ما ليش ده بالكلامت خالص يعني تسنامي تحديدا ما ليش اي علاقة خالص بالكلامت لانه هو ببساطة شديدة ده تحرك لقشرة ارضية وتحرك لقشرة ارضية ما ليش علاقة خالص بالكلامت وكويس انك قفرت النقطة دي عشان نفصل الاتنين ببعض اللي حن نتكلم عني شو تسنامي ده ببساطة يعني زلزال حصل جوه البحر خالص الزلزال ده بيحرك لقشرة الارضية فبيسحب الماء من على الشاطئ وبتدي الماء كده ترجع بشكل قوي جدا على الشاطئ تعمل موجة عملاقة لها موجة الثنامي وده ما ليش علاقة خالص بكلامة شيج كويس ان اتي قلتها عشان ايه نوضح النقطة ده لكن اللي بتتكلم عليه اللي هو العواصب بص اصلا الستورمز عمتها لها اسماء يعني في امريكا او في البحر في المحيط الاطلنطي بتسمى هيريكنز ماشي لكن في الجنوب شارع اسيا ومنطقة العربية كمان بساطة باسمها منسونز المنسون دوت يعني عصفة عصفة تروبيكال جاية وبتدمر كل المناطق اللي موجودة فيها فالعواصف لها اسماء عمتها يعني وهيريكن ده بيحصل في البحيط غير التورنيدو التورنيد اللي هو الاعصار اللي بيحصل على الارض فده كلها ده مسميات غير بعضها يعني المشكلة ان عمتها العواصف اللي هي طبعا اغلب العواصف بتحصل من البحر يعني معدل تكرار العواصف ده بيزيد وقوتها بيزيد حتى انت هتحس هنا بمصر على فكرة وده اللي يمكن بقى تحس بالترند بتاعها ونوعا ما بس يعني مش هحدش هحس به إلا واحد يعني يعني بيقى في السن يقول لك من خبسين سنة كان بيحصل ايه يعني لكن اه معدل تكرار العواصف نفسها القاهرة نفسها انت بتشوف المعدلات الأمطار عليها بدأت تزيد عن من عشي سدفاته وعلى فكرة وانت طبعا مش هتحس أول عشي سدفاته دي بس هو ده اللي حقيقة يعني اللي جمعه فدي مشكلة كبيرة جدا الفلالينج عمتا الكوستال فلالينج أو الانونديشن الغمر يعني اللي بيحصل من البحر نتيجة وده بيزيد سيليف الرائز والتأسير والستورم ازدكرار للستورم بيضاعف المشكلة قبل ما نخش بعنا موضوع النقل دلتا دي آخر حاجة هنتكلم عليها فيه أماكن أو فيه سبوتس معينة معروفة ان هي لها تأثير كبير هو التأثير دوت مش بس عشان خاطر بيحصل مشاكل لا الفكرة التأثير على قد إيه من البشر بمعنى أنا عندي هنا دلتا ليه دلتا هنا أحمر بينما فيه جنبية هنا مثلا على فكرة تونس متأثرة برضو على فكرة جامل بس عشان الدلتا التأثيرات بتاعتها هتنتد على فترة كبيرة على كمية ناس كبيرة جدا أو كتلة كبيرة جدا من البشر فبالتالي عليها على محمر كما انت شايف هتلاقي دايما على مثل مصابات الأنهار يعني مثلا حاجة زي دلتا الجانجز والبرهما بوترا الميكونج في الصين وهكذا دي كلها مصابات أنهار على فكرة من أكتر الأماكن اللي هتتأثر نتيجة السيلف رايس هتلاقي والميسيسيبي براه بس بشكل أقل شوية يمكن وفي هنا مش عارف الكريشنا في الهند وهتلاقي أماكن أقل شوية ميديم موجود الرائنا هي اللي فيها هولندا دي المنطقة بتاعت هولندا اللي موجودة على فكرة في حتة تانية برضو اللي هي الحتة تحتها شوية زمانة كانوا أقف كده اللي حتة بتاعت فينيسيا ماشي اللي هي بندقية في إيطاليا برضو من أكتر الأماكن المعرضة للغرق عمت في إسمعها إيه دي نتيجة السيلف رايس ماشي فالموضوع زي ما احنا شايفين جلوبال هوا مش بقصوله في حتة معينة التأثيرات أكتر على فكرة طبعا بالتأكيد على أسيا وإفريقيا وبالذات للأسف على الدول الفقيرة ودول العالم الثالث زي ما تسبب كل المنطقة دي الحزام بتاع الدول العالم الثالث عمت من أكتر الحاجات اللي بتأثر وبالتالي هيا دي مشكلة إن الناس اللي في الدول الغنية بتساهم أكتر في موضوع بيتأثر أكتر في وبينما اللي بيتأثر بالشكل الرئيسي في المناطق دي هي الدول الفقيرة وهو دايما دي مشكلة كبيرة اللي خلت يعني نوعا ما الناس بدأت تتحرك والدول تتحرك عشان قطر تحاول تتعمل شوية لموضوع حدلوا عند أي أسئلة سوفر يعني احنا يعني وكده بتكلمنا عن كلام بشكل نتكلم بقى لتأثير كلام دي عن نايل دلت ففي حد هل حد عنده أي استفسارات أو أي أسئلة أو أي كومنس واحدة منتسجل أو لا شباب عشان أنا مشوقة بالي لا أنا كنت بدأت التسجيل مش كده آه آه طريق صح تمام آه دي واحدة تعالي نتكلم بقى لتأثير الموضوع دي عن نايل دلت تحديدا نايل دلت ليه نايل دلت ليه مش السحل الشمالي كله السحل الشمالي المصري كله بيتأثر على فكرة ومختلف عن البحر المتوسط لأن تأثير تأثير في البحر المتوسط أكتر بكتير جدا من التأثيرات في البحر المتوسط والبحر الأحمر بتبقية الحال أصلا الأراضي بتاعته عالية يعني الأراضي السواحل بتاعتها عالية نتيجة سلاسل الجبال الموجودة عنده عامة فالأراضي عالية مش منخفضة لكن مشكلة السحل البحر المتوسط النواطي بالذات الدلتة عامة مجموحها أجزاء كتير منها أوطى أصلا من سطح البحر وأغلبها أعلى من سطح البحر بمسافة ضائرة متر أو 2 متر وبالتالي هتتأثر بشكل بالغ من النواطي اللي بتيجي النقطة التانية المهمة إن ما عندناش عواصف شديدة بتيجي في البحر الأحمر وكلمنا عن موضوع زمان لما كنا منتكلم عن عواصف على الكلام ده لأن طبيعة البحر نفسها وتجاهة رياح بتاعتها وكلام ده ما بتخليش إن فيه عواصف كتيرة بتهاجم الشواطئ بتاعتها لكن المشكلة الفتش بتاعها المسافة المحدودة اللي تقدر الهواء يتحرك فيه بيخلي إن العواصف مش جامدة في البحر الأحمر ارتفاعات الأمواج مش عالية الستورم سيرج مش كبير الكلام ده عكسه تماما في البحر المتوسط البحر المتوسط بيحصل عواصف كبيرة جدا بتسبب مشاكل رهيبة الستورم سيرج منسوب الماء بيعلة بشكل فظيع جدا وبالتالي التأثيرات بتاعة الكلامي تشينج على البحر الأحمر المتوسط أعلى بكتير على فكرة البحر الأحمر على تأثيرات مختلفة خالص نحن مختلفة على سبيل المثال إن البيضات أو البليتشينج بتاع الكورر الريفز يعني من أكتر ارتفاع درجات الحرارة في البحر بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى إن الكورر الريفز بتموت وإنت عارف إن الكورر الريفز ده هو يعني جزء رئيسي من الإيكولوجيكال سيستم في البحر الأحمر ولو تأثيرات أكتر لو تخيل لقدر شعب مرجاني دي بنسبة كبيرة كل السياحة اللي عندك اللي بتيجي تعمل سياحة في البحر الأحمر حدتأثر وبالتالي ده ده تأثير اقتصادي واجتماعي رهيب نتيجة لكن في البحر المتوسط احنا عندنا مشكلة لأن العواصف الشديدة أشد وفي نفس الوقت الأراضي نفسها منخفصة لشان كده احنا هندرس التأثير عن نال دل تتحديد أو هنشوف التأثير ده ونشوف الدولة بتعملها عشان تحاول تتلافع هذا التأثير طبعا فيه دراسات بتتم في الدراسات اللي بتتم دي بتشوف تغيرات المناخ شكله عامل ازاي نتيجة دي كلام نشوف على سبيل المثال مثلا دي ارتفاعات الأمواج ده ده بتاع ارتفاعات الأمواج بالاتجاهة المختلفة ده سنة 1998 وده سنة 2010 هتبص هنا لو خدت بالك ان لا فيه ارتفاعات الأمواج بدأت تزيد أساسا بشكل عام ارتفاعات الأمواج كلها زادت الى 3 متر لا الناس بهنا تخل بالك ذي مش ارتفاعات أمواج عواصف العواصف في البحر المتواصف بتوصل ارتفاعات الموج ممكن توصل ل10 متر ده ارتفاعات موج ارتفاعات عواصف كام 잊 ارتفاع الغاصف فانا بتكلم على الارتفاع الايه ارتفاع الأفريج المتواصف او معنى آخر بتزي ما بنسميه the normal condition وحتعرف لما تاخد بقى محاضرات المشروع وانا في حاجة اسمها the normal condition normal sea condition وفي حاجة اسمها extreme conditions ده حاجة وده حاجة المهم normal conditions رغم متوسطات خلال السنة باستثناء العواصف لو بعد عن العواصف فالمتوسطات بتزيد ارتفاعات الامواج بتزيد خلال شهور السنة المختلفة ده عشان خاطر بس الفرق العشر سنين دول طيب لو جينا كمان مش بس كده لو خدنا حتى التأثير بتاع الwind سواء الويف هايد او الاتجاه حتى بتاعتها ما دي اتجاهات الويف زي هي اللي بيحصل الاتجاهة الويف هايد او الاتجاهة الويندو هتلاقي فيه shift يعني الاتجاه هنا فيه shift بسيط صحيح بس فيه shift كان كله في زاوية معينة الزاوية دي بدأت تتغير شوي نتيجة الايه نتيجة التغيرات المناخية يبقى الخلاصة في الموضوع ان فيه دراسات كثيرة بتتم وما زالت طبعا دي بكي دي مش محدثة شوي يعني سلال دي قديمة شوي لكنه في الحقيقة فيه حاجات محدثة طبعا بتتحدث على طول بالتغيرات اللي بتعمل حاليا كمان بتعمل حاجة اسمها national observation system في مصر national observation system يعني بيبقى فيه نقدر انه كده observation system كبير قوي هيتنشر على البحر المتوسط يعني جي جيز بقى بتقس درجات حرارة وبتقس الارتفاعات المية وبتقس الموج وبتقس الكلام ده كله والكلام ده كله هيبقى مربوط بتاته system كبيرة جدا عشان خطر يقدر ان المتخز القراءة او الناس اللي بتقدر تدرس الموضوع ده نقدر نشوف التغيرات شكلها عاملت زيبت نقدر ناخد قرار على هذا الكلام النال دلتا عاما المنظر اللي احنا بشكل عام كده خلينا نقول كده النال دلتا اقلبها واقع في حسطها البحر او الارتفاع بسيط جدا من سطح البحر يعني الارتفاع بسيط من الاعلى من سطح البحر بمسافة بسيطة جدا الفكرة لانا هو بيقولك في منطقة بتاعت الدلتا كده قالت انه يعني 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 مش بس اكبر انك تتكلم في مناضر انك تتكلم انه هو من اسكندرية هنا هو هنا احد ايضا او بعять ان اسكندرية بورسايد وجزء من الدلتا الدلتا من اسكندرية لغاق بورسايد فمن منطقة اسكندرية هنا الى منطقة بورسايد هنا في المنطقة ديت. انت بتتكلم عنه فيه فرق كبير في مستوى ارتفاع سطح البحر. هنا 1.63 بينما هنا بيوصل الغد 3 ميلي. شوف انت بتتكلم على 3 ميلي في السنة. ماشي? يعني بعد 100 سنة ادرب الكلام دوت حيطلع لك بعد 100 سنة طلع لك 300 ميلي. ده لو هي ماشيت لينير. هي ما بتفشيش لينير. يعني بعد 100 سنة ممكن بتبقى 300 ميلي يعني كامل 30 سنتي. فممكن تقول ده رقم عبيد قوي مش هيأثر. بس للأسف هو مش ماشي ثابت بالشكل دوت لهو بي ايه؟ بيزيد يعني. طيب. تجيل ان هو ده ده معدل في السنة عشان بس ان يبقى واضح برضه. يعني احنا بنتكلم من في السنة ما انت بتعلى بقى. يعني مش مش انت بتتكلم على على 30 سنتي. 3 ميلي في السنة اللي بعدها بتزيد بدر 3 ميلي و 3 و شوية بتزيد على اللي بعدها واهجاز. فالموضوع بيبقى وفي الاخرى تبص تلاقي ان منسوب المياه بيزيد بشكل رعيد. طيب. ده سيناريوز موجودة كتير على حسب برضو السيناريوز اللي موجودة عامة لو لو منسوب المياه زاد هنا بالنسبة ده النهاردة. ده لو زاد بحالة نص متر زي ما انت شايف كده. كل المناطق اللي حوالين البحيرات بدأت تزيد. يعني دي منزلة هي. دي البرولوس ودي ايت كوماريوت. كل مناطق اللي حواليها بدأت منسوب المياه فيها يزيد. وفي مناطق بدأت تغمر. لو زادت واحد متر مناطق كتيرة تقريبا جزء الشمال. كفر البحيرة جزء كبير منها راح. نفس الكلام هنا ده اهلية جزء كبير بينها برضو موجود اللي حوالين المنزل. فبالتالي لا بقى فيه مشكلة كبيرة على فكرة فيه لو حصل خضر الله حاجة بالشكل ده. فيه بقى دراسات تانية برضو بتوريد شكل ايه الموضوع عمل ازاي. ده دي دي المناطق المنخفضة عمتا. ده الاوبتماستيك سيناريو اللي هو بي وان. وده الايه البيزماستيك سيناريو اللي هو اي وان ف وان اللي هو اسوأ واحد فيه. الفين وخمسين. فالحنا منتكلم فيه هنا ان فيه مناطق كتيرة هتغمر حوالين البحيرات. المنطقة بتاعت اسكندرية دي قصة منطقة منخفضة. وبالتالي كل المنطقة دي معرض انها تغمر بالمية. دي فيه دراسات بشكل مختلف. دي الى جانب بقى ان المشكلة التانية اللي هي السلانة دي. ان فيه نتيجة السولت ووتر انترويجن. حتى الزيادة البسيطة اللي بتحصل دي. حتى لو مش هتتأثر على اللاند. لكن مشكلة انها بتأثر على خزانة مياه الجوفية لما يقود في المنطقة دي كلها. وبالتالي خزانة مياه الجوفية بيحصل فيه ان الملوحة بتعطته بزيد. وده بيبقى فيه مشكلة انه اساسا عشان تبقى عارف جزء كبير من الزراعة اللي بتتم في شمال الدلتا في منطقة كفر الشيف بالذات مثلا او منطقة شمال او بحيرة واسكندرية بيتم عن طريق القبار الجوفية. بياخد من المياه الجوفية اللي هي مياه العزب اللي هي اصلا ارابي النيل يعني. لكن مشكلة ان المياه دي بدأت تعرض بعد كده ان مستوى السولت او مستوى المياه البحر فيها بيزيد. طيب ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا للوضع اللي موجود. في الميكانيزمز اللي موجودة أو التأثيرات المخاطر يعني نقول المخاطر اللي موجودة. من المخاطر اللي بتأثيري بشكل عام الشولان ايروشن أو السيليف الرايز بناء آخر يعني. نتكلم عن الشولان ايروشن. دي مقطة راهيبة. ان قريدي أصلا سواحل الدلتا أو سواحل المصرية كلها بتعاني من التآكل. نتيجة الريدي اصلا الكلام الكونديشنز المختلفة بتاعة البحر. لما تزود مستوى البحر وتزود العواصف اللي موجودة نتيجة الكلامات شينج. هو التالي متوقع ان الشولان ايروشن معدلات تآكل الشاطئ حتزيد. ودي مشكلة الريدي كبيرة مشكلة اقتصادية رهيبة اساسا. كل القرى السيحية اللي انت بتشوفها في السحل الشمالي. مش كل القرى من نسبة 70-80% منها بتعاني الريدي من كلم ده. وتعاني والناس بتخسر فلوس والناس ما بتعرفش تصدم الشواطئ والكلام ده كله. فدي مشكلة. ده ايه اللي كانت بقى تأثيرها على الدلتا نفسها. اللي هي لما تيه تأثر تآكل مش بس بيأثر على قرى سحية. لها تبتأثر على قرى في الحقيقة موجودة قرى سكنية وبتأثر على اراضي زراعية موجودة في شمال الدلتا. وبالتالي ده مشكلة خطيرة يعني. اللي حم نتكلم عليه نتيجة تكرار العواصف. الانانديشن بقى الغمر والفنج بيحصل من البحر بيزيد بمعدل رهيب. المناطق على فكرة عشان تبقى انت عارف مناطق زي رشيد ومناطق زي راس البر ومناطق وضميات ومناطق دي. في مناطق زراعية كتير فيها بتتبهدل في الشتن. يعني بتغمر المية بتعلى فيها والمية الجوفية فيها بتعلى. والبحر اصلا بيركب فوق الاراضي الزراعية ده من زمان. ده طول عمره يعني. فبالتالي المعدل ده يزيد دلوقتي بشكل كبير جدا. وده بتعمل طبعا خسائر اقتصادية ومشاكل اجتماعية رهيبة. الحاجة التانية الهيدروليك زي الفيش فارمز زي البورتز زي حتى الكورنيش بتاعت الناس بكل الناس اللي عليه. لما ديجت انت بتشوف شكل كورنيش سكندرية ما بيغرق شكله عامل ازاي. فبالتالي كل دي عبارة عن اسمها ايه دي. بتتأثر بشكل رئيسي بالبحر وبيبتدي ينهار في حاجات بتدي فيها تنهار في الحقيقة. الاسماء ايه دي الفيش فارمز اللي موجودة في شمال الدلتا سواء اللي موجودة في غريون في كفر الشيخ او اللي موجودة في شرق بورسعيد. دي دي برضو استثمارات هائلة للزراع السمكي. وكل دي معرضة. طبعا دي جنب البحر اطول. فهي لو حصلت نمية رجبت عليها ودخلت جواها كل ده حيتبهدل يعني. اخر حاجة سيووتر انتروشن اللي احنا اكلمنا عليها كتير. فدي كده الفيزيكال ميكانيزم يعني دي الفيزيكال الاكشن اللي هيحصل نتيجة سيليفر رايز. هيبقى له ايمباكت بقى. ايه بقى الايمباكت? الايمباكت ستزيد وهكزو. الاكولوجيكال سيستنابيلتي. دي من دي الاستدامة بتاعة الاكولوجيكال سيستن الاستدامة بتاعت الاستدامة بتاعت الانظمة البيئية. البحيرات الشمالية الموجودة شكلها عمل ازاي. المصايد السمكية موجودة شكلها عمل ازاي كل ده. هي اكولوجيكال ايه؟ استسنابيلتي. such economic response طبعا. ان ان你想 بت ancestor المشكلة انه فيه تأثير على الاجريكالشر على التوريزم على الا اللي موجودة سواء في الدلتا او في البحر البحر المتوسط كله. وبالتالي بيبقى فيه مشكلة والفريش جرامد ووتر افليابيليتي دي اخر حاجة نتيجة السولت ووتر انتروشن فده بشكل عام كده هي المخاطر اللي موجودة للسيليف الرايز في منطقة شمال الدلد من زمان جدا وفيه تآكل زمان تزديد مناطق الحساسة جدا في الدلد المصابب بتاع رشيد اهو وده المصابب بتاع دونيات وده كان زمان هنا على فكرة فيه مجرة التالت اللي انتعارف طبعا ان الدلد اصلا كانت سبع فروع اساسي مش شرعين بس وسبع فروع دول بعد كده حصل فيه آخر واحد كان انتهى من الف سنة تقريبا اللي كان اللي هو بيمشي في النص الدلد كده وبيروح يصب فيه عند البرولوس منطقة البرولوس ده من الف سنة تقريبا كده بدأ يتردم وخلص والناس اهملته فتردم وبقت المياه كلها ماشي في رشيد ودوميات اللي احنا عارفين رشيدة اهي ودوميات فالتلات نقاط دول هما النقاط البارزة اللي في الدلد دول اكتر نقاط معرضة للتقاكل لجانب طبعا منطقة ابوئيل واسكندرية اللي احنا شايفينها دي هنشوفها دلوقتي يعني المناطق دي في الحقيقة بيحصل فيها تقاكل بشكل شديد هنتكلم على مناطق فيها دلوقتي وبالتالي بتصرف عليها فلوس كتير قوي عشان تمنع التقاكل داوده والتقاكل دا بيه تضاعف بقى نتيجة فبشكل رئيسي مثلا لو خدنا كده منطقة زي منطقة الرشيد احنا بنتكلم على ان من سنة 1900 تقريبا لما بدأ احد يسجل البيانات لو قد 1900 سنة هيت انت بتتكلم ان هو بيتراضع 50 متر في السنة يعني 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 في خلال 100 سنة انت راجع 5000 متر يعني 5 كيلو انت بتخيل ان شاطئ البحر دا راجع وارا 5 كيلو كان هنا موجود سنة 1960 64 بعد 64 بعد واحد يعني بعد الستينات والسبعينات راجع اكتر كتير ليه نتيجة تحويل السد العالي لان برضو زي ما انت عارف ان من ضمن المشاكل الموجودة مش بقى بوضوع البحر لان موجود ان اساسا كان السد العالي قبل السد العالي يعني كانت بيحصل ان فيه سد منس كتيرة جدا بتيجي مع مجرى النهر هو الطمي يعني والطمي داود بييجي في الاخر يوصل لمرشيده بومياته ويعوض التآكل اللي كان بيحصل كل سنة الطمي داود بدأ يقل مع المنشآت اللي بدأ يعملها محمد علي 1800 حجر من 20 نات و 30 نات و 40 نات لما بدأت يقل شوية لانه هو عمل اناطر بس ما زالت الماء بتعدي ما زالت في طمي بعد 1900 سنة 1904 تحديدا لما اتعمل خزان اسوان اللي هو اول سد يعني اتعمل هناك اقلت بشكل كبير على فكرة ف64 و 71 بدأ يتعامل السد العالي السد العالي خلص حاجة و 70 فبدأ الطمي يقل بشكل شديد عشان كده لما تسجلت سنة 88 كان التآكل فضيع اللي حصل في المنطقة بتاعة رشيد ورشيد على فكرة حالة انترنشنال المعروفة يعني على مستوى العالم من الاماكن اللي حصل فقط تآكل بشديد في الشواطئ نتيجة تأثير السدود وفي نفس الوقت نتيجة البحر وكلاب تشينج دي سنة 1990 بدأ التآكل وبدأوا يعملوا المنظر اللي انت شايفوا ده المنظر ده هو أعمال الحماية اللي تمت قال لك بقى ده مش هسيب بقى المدينة وبقى لكن هنا كان فيه رشيد القديم نفسها بدأت جرئت أساسا وبدأت المدينة نفسها ترجع لورها فبدأت لي وعاية يحمي بقى منطقة لورها وعاية يحمي لأراضي الزراعية كمان فبدأ يعمل الحواقط اللي احنا السودة اللي انت شايفها دي لغاية سنة سنة 96 سنة 2000 خلاص سبت تبقى لأيه الأرض بتاعته ده منظر مساء سبيل مساء الفوالنار رشيد ده سنة سنة 73 ده المنظر بتاعه الفنار نفسه بيقل بيقل تغير الشكل بتاعه الفنار نفسه بقى خلاص في وسط المحكين على الشاطئ يعني الفنار ده أول سنة 80 وسنة 90 بقى بعيد خالص اساسا عن الشاطئ ما لوش علاقة خلاص اتغمر الأرض نفسها هبطت والأرض نفسها الماء نفسها علية والشاطئ نفسه تآكل خلاص عندها وبالتالي الفنار نفسه بدأ يهبط اساسا وبالتالي حصل ان ده المنظر اللي موجود نتيجة التغيرات اللي بتتم في الفضار بتاع رشيد اللي كان موجود في الخمسينات طيب نفس الكلام ده بيحصل في سكندرية على سبيل المساكل يعني سكندرية ده اللي نانديش نتكلم عليه في وقت الماء هنا نتيجة المطر دي حاجة وفي نفس الوقت الماء بتطلب من البحر نفسه فلو خدت بالك كده تلاقي ان الدنيا هنا الماء اللي انت شايفها دي ماء جوان بحر وده الموجه الموج ده على فكرة في الوقت العادية بيع بعيد خالص لان فيه شاطئ قدام الكورنيش دوت قدام الكورنيش ده فيه شاطئ الشاطئ ده بيختفي في الشتر لبتشوفهوش في حالة العواصف الماء بتركبه نتيجة اللي بتكلم عليه لما يحصل بقى ان فيه ولما يحصل ان فيه كل ده بيزيد نفسها ارتفاع الموجه اللي حصلت او ارتفاع الارتفاع اللي حصل في سطح البحر بيزيد في نفس الوقت الميا او السيليفرازم كمنسوب بيزيد فبيحصل ان الشاطئ بيتآكل في وقت الشتاء وبيرجع ايه الميا بتوصل لغاتي الكورنيش ده ما انت شايفه فالراجل ماشي على الكورنيش اهو والموج جنبه الموج ده بيعمل ايه بيغمر السطح ده فلو بيحصل انانديشن بيحصل المنظر اللي انت شايفه في اسكندرية ده ما بيحصلش في اسكندرية بس دي صورة في رأس البر على سبيل المثال دي برد اهو ده هناك خالص كده مكان ما انا مشاور ده البحر البحر بيعلى الموج بيخش بيغمر 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 المدينة نفسها والمدينة في ساتة تشال ما حدش بيعرف يضحر فده كمثال اللي حاجات بتتم في الحقيقة في ال او مش بتتم اصد يعني حاجات مشاكل معقولة في بازر نتيجة انتم معاي جماعة ولا ايه ولا الناس تعبت مننا اه حضرتك يا دكتور اه حضرتك يا حضرتك يا دكتور طيب نكمل ولا تحب بتاخدوا بريك كده كيفية يا دكتور النهاردة ممكن نكمل محضرت جايي طيب أنا كنت منتظر الكلمة دي طيب مفيش مشكلة أنا كده كده كان فيه جزء تاني كنت هزويده عن متن ممكن نديه الاتنين مع بعض المرة جاية ونبتدي بدري شوية عشان عارف النوات اخر انا عشبت نعيبه يومكو كان طويل النهاردة ممكن نكتفي بهذا القدر دلوقتي احنا هنبتدي كنا هنتكلم دلوقتي على ازاي نتعامل مع سيليفر رايز بقى الطبيعة اللي هنبتعامل مع سيليفر رايز سواء انترناشنل يعني او او في مصر تحديدا طبعا اللي بنركز عليه يعني وإيه المنشآت اللي اتعاملت وإيه الحاجات اللي اتعاملت وإيه الخطة اللي اتعاملها الدولة حاليا للتعامل مع السيليفر رايز الادابتيشن بس انا عايز حضراتك وهم مشكورين تعملوا حاجة يعني ممكن هنأجل الجزء دوت للمرة الجاية بس انا عايز من كوبا لو سمحتوا لغاية من ايه مرة الجاية انتو تعملوا سيرش كده عن حاجة اسمها يعني احنا نتكلم على يعني ازاي ان احنا بنقدر نتأقلم مع دلتا تقدر تأدبت فهو فيه مشروع كبير قوي بتعمل اسمه او نايل دلتا ادبتيشن تو كلايمت شيج ماشي نايل دلتا ادبتيشن تو كلايمت شيج يعملوا يسيرش عليه اقرو عنه شوف الكلام ده وخلينا نتنقش فيه مرة جاية لانده يبقى جزء رئيسي من الكلام اللي احنا هنتكلم عليه بقى ماشي يا شباب تمام يا دكتور ان شاء الله طيب احنا ممكن نكتفي بهذا القادر النهاردة ونكمل بقى المرة الجاية ان شاء الله لنقفل بس التسجيل الاول حد عنده عايز الاول او اي حاجة لا تمام يا دكتور company او اي حاجة